معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد السيد مؤيد العبيدي القياد في دولة القانون مرحبا بك سيد مؤيد جمعة تواقع نيابية لتعديل الدستور وتحديدا المادة السادسة والسبعين التي تقول بأن رئيس الوزراء ينتخب ليس في البرلمان بل من الشعب كيف ينظر الاتلاف لعملية تعديل الدستور وخاصة هذه المادة؟ هل يتفق مع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير أهلا بك لكم ولمشاهدي قناة الفلوجة في الحقيقة والواقع هذه التعديلات تعتبر ضمن الإطار القانوني والدستوري الذي يمكن أن يكون ويصوت عليه الشعب العراقي فلذلك تعديل المادة يعني جاءت هذه المادة في اختيار النظام السياسي كنظام برلماني عبر دستور صوت عليه الشعب العراقي نعم يمكن تعديل المواد من خلال مجلس النواب ولكن يبدو أن الأخوة في اللجنة القانونية لو اختاروا في رأيي الخاص لو اختاروا النظام الرئاسي أفضل من النظام النيابي في النظام الرئاسي يذهب الشعب العراقي كل أربع سنوات مثلا لينتخب رئيسا للجمهورية ثم يكلف قبل البرلمان بعد المصادقة عليه ثم يشكل حكومته ويختار كابينته الوزارية خلال مدة معينة الآن الأخوة أيضا تقريبا بنفس الإطار أن ينتخب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب العراقي هذا الأمر هو حقيقة شبيه بالنظام الرئاسي هذا الأمر يحتاج إلى خبراء قانونيين خبراء في القانون وفقهاء في القانون يعرض على الفقهاء على مزشورة الدولة على الخبراء في هذا المجال طيب أنت رجحت النظام الرئاسي يمكن أن تنضج هذه الفكرة أنا شخصيا أرجح النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني فلذلك الأخوة في اللجنة القانون سيد مؤيد أنت ترجح النظام الرئاسي على تعديل المادة السادسة والسبعين باختيار رئيس الوزراء من الشعب لماذا ترجح هذه النظرية في الحقيقة أولا أن النظام الديمقراطي الساعد منذ قيام العملية السياسية من 2003 إلى حضر يعني الديمقراطية التي هي كانت ديمقراطية ناشئة ديمقراطية لم يستوعبها الشعب العراقي ولد النظام البرلماني النيابي ولد حالة من حالات المحاصصة بحيث أفرزت كتل معينة لم تؤمن هذه الكتل بالأغلبية السياسية التي نادت بها دولة القانون والآن الأخوة في سائرون التفتوا إلى هذا الأمر بحيث طالبوا بنظام الأغلبية السياسية نرجع إلى النقطة الأولى أن النظام الرئاسي هو النظام الناجع في الحقيقة كحل طبيعي إلى الشعب العراقي لأنه اعتاد منذ عهود طويلة على أن يكون هناك نظاما يرأسه رئيسا للجمهورية بعد أن تنضج العملية الديمقراطية وتصبح عملية طبيعية ونؤمن بالأغلبية السياسية نحن بالإمكان تعديل الدستور الرئاسي إلى نظام برلماني إذا فشل النظام الرئاسي ولكن في الحقيقة والواقع الكثير من الخبراء والكثير من المطلعين والكثير من الرؤساء القريبين منها يؤمنون بأن النظام الرئاسي هو النظام الأنجح بحيث يرحب وهذا هو أيضا نظاما ناجحا في أمريكا وفي كثير من الدول المجاورة الإقليمية والدولية تعتمد النظام الرئاسي النظام البرلماني السائد الآن في الوضع العراقي نظام لم يكن مناسبا لأنه يفرز كتلا وبالتالي هذه الكتل تتصارع فيما بينها على المواقع وبالتالي اعتمدوا المحاصصة السياسية والمحاصصة الإردية وأبعدت الكفاءات وبالتالي أنتجت تراجعات كثيرة وأخطاء كبيرة وضحت هذه الفكرة عرّجت بشكل سريع على قلت بأن الأخوة في كتلة سائرون أصبحوا يتبنون النظام الأغلبية السياسية هل يمكن أن نرى القانون وسائرون يتفقون على هذا النظام؟ الحقيقة نحن تبنينا في أدبياتنا وفي إعلاننا وانقلال حملتنا الانتخابية في انتخابات 2018 هذا القانون أو مبدأ الأغلبية السياسية هو قانون تطبقه الأنظمة الديمقراطية المستقرة سياسيا وإقتصاديا وأمنيا بحيث أنه يفرز من خلال الانتخابات كتلة ربما تأتلف مع كتلة أخرى لتشكيل أغلبية سياسية داخل البرامان وتتحول الكتلة الأخرى إلى معارضة إيجابية تكون هذه الكتلة التي تسمى بالأغلبية السياسية هي مسؤولة عن نجاح الحكومة وعن اختيار أكفأ الوزراء وأكفأ المدراء العامين والوكلاء بحيث تتبنى عملية النهوض الاقتصادي نحن في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة ومن خلال هذه التراجعات ومن خلال اعتماد الأخطاء السابقة التي لم ننجح في تطبيق المحاصصة السياسية والحزبية نحن بحاجة إلى نظام الأغلبية السياسية ونادينا بها من خلال اتلاف دولة القانون نداءات كثيرة وشرحناها كثيرا وأعلنناها كثيرا فلذلك نعتبر أن نظام الأغلبية السياسية هو النظام الناجح في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة بحيث يتبنى كتلة معينة تتبنى العملية السياسية وتكون مسؤولة عن إنتاج حكومة قوية مهنية متخصصة تستطيع النهوض بأعباء التنمية والتطور والتقدم والقضاء على الفساد الإداري والمالي وتعالج المشاكل الحيوية التي يعاني منها الشعب العربي سيد مؤيد باختصار لو سمحت كيف ترون موضوع الانتخابات انتخابات المجالس مجالس المحافظات المقبلة هل يحتاج قانون مجالس المحافظات المقبلة إلى تعديل هل يجب أن يمرر كما هو بما أننا نتحدث عن قراءة قانون البرلمان عفواً الانتخابات المحلية في البرلمان باختصار في الحقيقة الانتخابات المحلية هي ضرورة معينة وكفلها الدستور ولكن ينبغي حل هذه المشاكل تعديلات الدستورية وتعديل النظام الانتخابي المجالس المحلية ينبغي أن يصب في تجاوز الأخطاء السابقة التي تفرز حالة من حالات الاستقلالية نحن بحاجة إلى نظام مركزي ولا مركزي يعني بحيث أن بعض المحافظات تنفرد وتتمرد ربما على الحكومة الاتحادية نحن بحاجة إلى تعديلات قانونية بحيث تستمزج رأي الحكومة الاتحادية ويكون هناك حالة تقاملية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حتى يمكن أن تكون هناك حالة من حالات التنسيق وتكون الإدارة والسياقات تكون سياقات طبيعية وفق القانون الذي يفرز حكومات محلية ناضجة وفق مبدأ الكفاءة وفق مبدأ التخصص وفق مبدأ النزاهة التي نحن ما أحوجنا إليها في هذه المرحلة لأن الحكومات المحلية هي ذات مسؤولية مباشرة عن خدمة المواطن نحن بحاجة إلى حكومات محلية ذات خدمة ذات خدمة وذات تخصص وخبرة حتى يمكن تجاوز كل أخطاء المرحلة السابقة ويمكن أن نقدم للمواطن ما يلامس همومة وما يعانيه من بطالة وما يعانيه من كثير من المشاكل التي اعترته في هذه المرحلة التي نتجاوز بها أخطاء المرحلة السابقة السيد مؤيد العبيدي القيادي في دولة القانون كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر